معنا طبعا كابتن سيد العفيز مستر كولر شايفين طبعا كواليس قبل المباراة ده طبعا على الغداء كريستو شايف يعني نظر التركيز وزي ما بقول لحضراتكم انتهت بطولة خلاص طوينا الصفحة بنبص على بطولة تانية احنا محتفظين باللقب ده من السنة اللي فاته لو تفتكروا حضراتكم لما لعبنا بيراميز في النهاية وكسبنا اتنين واحد فالنادي الاهلي هو حامل لقب كاس مصر وان شاء الله باذن الله يحافظ على التفوق اللي حصل السنة دي والموسم ما بقولش استثناء ولكن هو موسم تاريخي للنادي الاهلي بحصد كل البطولات اللي حصل السنة دي طهر محمد طهر والمجموعة كلها مركزة بالرغم ان ممكن يتطرق للبعض ان الماتش سهل نادي الداخلية النهاردة بيمر بظروف صعبة جدا مدير فني ترك وراح في نادي تاني لعيبة انتهرت عارضها وتقريبا نص اللعيبة مش موجودة عندهم ست سبع لعيبة بس عناصر ازاسية والباقي كله النهاردة ناشئين ولكن احنا عارفين مفاجآت الكاس وعارفين ان مفاجآت الكاس ما بتعملش مقارنات او ما بتعملش حساب لاي فرق من الفرق الكبيرة لا مفيش كده وشوفناها كتير جدا 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 وحصلت معانا وفي اجيال ذهبية كمان اللي عايز اقوله النهاردة مباراة صعبة وده بين التركيز على وشوش اللعيبة ودي حاجة من الحاجات اللي انا بطمن لها اشتركوا في القناة